كان وزير الخارجية سمح شكري قد أكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وموريتانيا جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية مع وزير الشؤون الخارجية الموريتانية محمد سالم والمرزوق بن يورك وذلك في إطار دفع العلاقات التنائية بين الجانبين وتناول اللقاء القضايا محل الاهتمام المشترك والأولوية بما في ذلك التطورات في ليبيا واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة